البلد كلها زي قطر خربان وحاكم فيه كمساري مجرم بلا قلب بلا قلب ولا ضمير اللي شرع للكمساري انه يرمي الشباب من القطر هو نفسه عبدالفتاح السيسي حتقولي ازاي حقولك السيسي قال بلسانه لو قلتلي انا غلبان ما معايش حقولك انا كمان غلبان ما معايش فاكيني الكلام معانا الفيديو يا جماعة انفرجوا للناس فاكرين الكلام فاكرين عبدالفتاح السيسي لما كان بيقولك مفيش حاجة ببلاش فاكرين السيسي لما كان بيحط قصص لدولة الغابة قصص للغابة اللي احنا عايشين فيها اللي معاهوش مايلزموش فاكرين السيسي هو بيقول الفلوس اهم حاجة في الدنيا الفلوس فاكرين السيسي لما كان بيقول هتدفع هتاخد اللي عمرك ما شفته مش هتدفع مفيش فاكرين عبدالفتاح السيسي لما كان بيقول لكم الكلام ده ولا مش فاكرينه وجود عبدالفتاح السيسي وسلطته وانقلابه في سدة الحكم في مصر طلعت أسوأ ما في الناس خلت اللي عنده مرض نفسي أو اجتماعي يبان يبان ويمارس مرضه الاجتماعي يعني ايه تخلي واحد يرمي نفسه من قطر علشان معهوش فلوس آخر كلام لمحمد قال وزميله مبارح اللي رمى نفسه هو كمان من قطر معاه لما وقف كومساري يعايرهم بفقرهم ويقول له يا تدفع يسلمك للبوليس يا تنزل دلوقتي بص للناس وقال لهم هو القطر ما فيهوش رجولة يا جماعة ولا ايه احنا النهاردة مش بنسأل القطر ولا اللي كانوا فيه بس احنا بنسأل البلد كلها هي البلد ما بقاش فيها رجولة يا جماعة ولا ايه بيقتلوا عيالكم بياخدوا بناتكم زي زبيدة بيغتصبوهم في السجون بيقتلوا ولادكم بالاهمال زي الشباب اللي ماتوا في الماس الكهربائي في المطر واللي بيتصفوا واللي بيتقتلوا بالفساد زي اللي ماتوا مبارح في لقصر برضو واللي قتلوهم بالارهاب اللي قالك اتناشر مسلح في العريش وزي 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 اكتر من 4000 واحد لحد النهاردة بيموتوهم هو البلد ما بقاش فيها رجولة ولا ايه هو البلد ما بقاش فيها عقل توزن الامور ولا ايه هي الناس خلاص ما بقتش شايفة ولا شايفة ومطنشة ولا شايفة ومش عارفة تعمل حاجة هو العجزة عند مين عند القيادة اللي بتقود وبتوجه ولا عند الناس اللي يمكن تكون حبة الموضوع او استسلمت او يقصد لازم نحط اقديمه على الغلط على المرض علشان نعالجه لو القيادة اللي فيها المشكلة نغيرها لو الشعب اللي استسلم لازم نفوقه ونقوله فوق لان اللي حصل النهاردة لمحمد بكرة هيحصل لعيالك محمد خد طريق تاني غير طريق محمد رمضان مقالش ننبر وان ولا حلق شعره ازاي ولا عمل شكله ايه ورح سرق محمد رح يكافح علشان يصرف على بيته على اسرته وعلى نفسه عشان ما يمدش ايده لا بالشحاتة ولا بالسرقة محمد زي وزي كتير من المصريين بص في وشه هتلاقيه شبه حد تعرفه او يمكن شبه هاكنتة شخصية بص على محمد لان اللي زيه كتير في البلد انما اللي زي الكومساري المفروض انهم مش كتير اللي معدومين من الرحمة ومعدومين من الإنسانية المفروض انهم في بلدنا مش كتير ان الحال يوصل بينا ان يقول له نط من القطر شو بقى المشكلة ان هو نط من القطر نزل لان جسمه تقيل نزل تحت القطر ورقابته تفاصلت صاحبه اللي لسه واقف كمان كمان نط بعديه يعني ده قتل مع سبق الإصرار والترصد وممكن بدل مكان يكون لمحمد لوحده كان لزميله اللي اسمه وحمد اللي كان معاه معاً اشتركوا في القناة